أهنم جو بايدن وكامالا هاريس على إنجازاتهما على تنسبهما اليوم إن هذا شيء عظيم لأمريكا وهي خطوة أخرى لها إلى الأمام لقد مرت الولايات المتحدة بفترة عصيبة وبنسبة لبلادنا وأمريكا إنها لحظة كبيرة ولدينا أشياء نريد أن نفعلها معا الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون والآخر هنأ بايدن وهاريس ورحب بقرار الولايات المتحدة بالعودة إلى اتفاقية باريس كما صرح رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أنه يتطلع إلى الاستمرار في الحفاظ على الشراكة مع بايدن وهاريس وحكومة بايدن بينما أعرب رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا عن تهانيه لبايدن وهاريس على تنصيبهما قال إنه يأمل في التعاون مع إدارة بايدن وهنأ وزير الخارجي الألماني هايكو ماس بايدن وهاريس أيضا قال إنه يعتقد أن بايدن يريد إصلاح الشراكة عبر الأطلس موسيقى موسيقى موسيقى